مكة المكرمة وطلع عليها القرن السابع الميلادي وقد تفشت الوثنية في أهلها وتزاحمت الأصنام عند كعبتها وصارت عاصمة للشرك بعد أن كانت عاصمة التوحيد وكانت تسكنها قبيلة قريش بفروعها المتعددة وتتولى سدانة البيت وحفظ أصنامه وخدمة الحجيج وتحظى باحترام القبائل القريبة والبعيدة وقد كانت مكة على موعد مقدر لها لحدث يبدأ فيها وتمتد آثاره إلى أنحاء الدنيا على امتداد العصور التالية حدث ظهور نبي يحمل رسالة الإسلام للعالمين ففي حي قريب من بيت الله الحرام يسمى شعب بن هاشم وفي بيت هاشبي عريق في الفضل والشرف بيت عبد المطالب بن هاشم كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه عبد الله بن عبد المطالب قبل أشهر قليلة من ميلاده ففرح عبد المطالب بحفيده الجديد وحمله إلى جوف الكعبة تيمنا وسماه محمدا وما لبث أن أرسله على عادة وجهاء أهل مكة إلى البادية ليسترضع في بني سعد وليحمل من نقاء الصحراء سلامة اللغة وأصالة النشأة وقوة البدن وفصاحة اللسان وبعد ثلاث سنوات تقريبا عاد إلى مكة ليحظى بحنان أمه التي لم يكن لها في الدنيا سواه ولحكمة أرادها الله توفيت أمه وهي قادمة من المدينة بمنطقة تسمى الأبواء وهو في السادسة من عمره فانتقلت رعايته إلى جده العطوف عبد المطالب الذي كان يجلسه دون أبنائه على بساطه في ساحة الحرم ولكن هذه الرعاية لم تدم سوى سنتين حيث توفي الجد فانتقلت رعايته وهو ابن ثمان سنين إلى عمه الشفيق أبي طالب وعاش مع أولاده الستة واحدا منهم ولما بلغ الثانية عشر من عمره استحبه عمه أبو طالب في رحلته التجارية إلى الشام وعند بصر الشام لقيه بحير الراهب وعرف فيه علامات النبوة وأخبر عمه وحذره من خطر اليهود عليه فأعاده عمه إلى مكة لينشأ مع فتيانها متميزا عنهم بخلقه الرفيع ونفوره من عبادة الأصنام ولما بلغ الخامسة عشر من عمره شارك أعمامه في حرب الفجار فكان يعد لهم النبل وشهد معهم في بيت عبد الله بن جدعان حلف الفضول الذي كان ينتصر لحقوق الغرباء والضعفاء والمظلومين وحفظه الله في أن يقع فيما وقع فيه شباب الجاهلية من مراتع اللهو والفواحش وظهرت استقامته وشاعت صفاته الكريمة حتى لقب بالأمين وفي الخامسة والعشرين من عمره اختارته السيدة خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية ليذهب مع غلامها ميسرة لتجارتها إلى الشام فقام بالمهمة على أحسن وجه وعاد ميسرة إلى خديجة بأخبار حصافته وأمانته وخلقه الرفية فتوسمت خديجة فيه صفات الزوج الذي تتمنى أي مرأة أن تعيش في كنفه وشجعته بواسطة إحدى المقربات منها على أن يخطبها فخطبها وتزوجها وكان نعم الزوج لها كما كانت نعم الزوجة ومرت سنوات ومحمد بن عبد الله يزداد صفاء وبعدا عن الجاهلية في وثنيتها وانحرافاتها ويزداد حصافة ونباهة وحسن خلق فكان كما وصفته خديجة رضي الله عنها يصل أرحامه ويحمل الكل ويقسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ولما أخذت قريش في إعادة بناء الكعبة بعد أن آذتها السيول تنافس زعماؤها في من يحمل الحجر الأسود ويضعه مكانه وكادوا يقتتلون عليه ثم اتفقوا على أن يحكموا أول من يطلع عليهم وشاء الله أن يكون محمد بن عبد الله هو القادم الأول فحكموه فبسط رداء ووضع الحجر الأسود عليه وطلب من جميع المتنافسين رفع الرداء إلى موضع الحجر في الكعبة ثم تناوله بيديه الشريفتين وثبته مكانه ففاز كل بمبتغاه وانطفأت الفتنة ولما قارب الأربعين من عمره وأخذ ينفرد عن قومه ويخلو في غار حراء الليالي ذوات عدد يتأمل في الكون وفي أحوال قومه وفي ليلة من ليالي شهر رمضان وبينما هو في الغار نزل عليه جبريل بالوحي فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فزعا يرجف فؤاده فهدأت روعه واصطحبته إلى قريبها ورقة ابن نوفل وكان موحدا فأخبره أنه الوحي الذي نزل على موسى وغاب الوحي بعد ذلك مدة قلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد الوحي ليثبت النبوة في نفسه وليبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوأه وكانت دعوته هذه محدودة وسرية للمقربين إليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فكان من السابقين للإسلام خديجة زوجته وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وقد انشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرا ثلاث سنوات فأسلم عدد قليل من جميع فروع قريش وبلغ الخبر زعماء قريش فلم يهتموا به وما لبث أن نزل الوحي بالدعوة إلى التوحيد الخالص في قومه وأنذر عشيرتك الأقربين فدعا بني هاشم وأبلغهم رسالته السماوية وحثهم على الدخول في دين الله وترك عبادة الأوثان ومؤازرته في نشر الدعوة فتصدى له عمه أبو لهب ودعا لمنعه من نشر دعوته ولكن عمه أبو طالب وفر له الحماية وكذا دعا قريشا وأنذرهم وحذرهم وكان مما قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم من الله ضرا ولا نفعا يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إن لك رحما سأبلها ببلالها ونزل الوحي ثانية بتعميم الدعوة وتجاوز اعتراضات المشركين قال الله عز وجل فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الصفا فقال يا صباحاه يا صباحاه قال فاجتمعت إليه قريش فقالوا له ما لك فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أما كنتم تصدقوني فقالوا بلى فقال إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد قال فقال أبو لهب أليهذا جمعتنا تبا لك قال فأنزل الله عز وجل تبت يدى أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد فأشاع رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وأخذ يبين ضلال الشرك ومساوئ الوثنية فغضب لذلك عتات الشرك كأبي لهب وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط والوليد بن عتبة وأخذوا يواجهون دعوته ويحاربونها حاولوا إغراءه بالمال والملك والزوجات ثم الضغط على أبي طالب ليتخلى عن حمايته ولكنهم فشلوا في مساعيهم وواصل رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته وازداد عدد المسلمين وبدأت قريش في الإساءة إليهم ثم اضطهادهم وتعذيب ضعفائهم وسعى بعضهم في إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهزل والسخرية وإلقاء الأشواك في طريقه ومحاولة منعه من الصلاة عند الكعبة والاعتداء عليه أحيانا برمي سل الجزور على ظهره ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت وصبر وثبت معه المسلمون وصبروا وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقاهم سرا في دار الأرقم يتلو عليهم الآيات المنزلة ويشد أزرهم واشتد كفار قريش في الخصومة وأشاعوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مجنون وساحر وشاعر كما اشتدوا في إيذاء ضعفاء المسلمين فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين للهجرة إلى الحبشة فخرج في شهر رجب من السنة الخامسة من البعثة النبوية إثني عشر رجلا وأربع نسوة كان من بين الرجال فيهم عثمان بن عفان ومعه زوجته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعهم بعد مدة ثمان وثمانون رجلا وتسع عشرة امرأة وبدت ملامح جديدة للإسلام عندما أسلم حمزة ثم عمر بن الخطاب وكان من صناديد قريش فخرج المسلمون في صفين إلى الكعبة يجهرون بالتكبير وصلوا في ساحاتها علانية وكانوا لا يجرؤون على ذلك من قبل وعزز أبو طالب حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع بني هاشم وبني عبد المطلب وطلب منهم إجارته على عادة العرب فأجابوا بذلك مسلمهم وكافرهم وقابل كفار قريش هذه الإجارة الجماعية بحلف عقدوه بين فروع قريش الأخرى تعهدوا فيه بمقاطعة بني هاشم وبني عبد المطلب وكتبوا صحيفة في ذلك وأودعوها في جوف الكعبة فحدثت المفاصلة بين الفريقين في مطلع السنة السابعة من البعثة وحوصر بنو هاشم وبنو عبد المطلب في شعب أبي طالب واشتد المشركون في مقاطعتهم والحيلولة في شراء حاجاتهم حتى من التجار الوافدين واستمر الحصار ثلاث سنوات جاع المحاصرون فيها حتى أكلوا بعض الأوراق والجلود وفي مطلع السنة العاشرة من البعثة النبوية تداعى خمسة من مجهاء قريش لنقض هذا الحلف الظالم وحاول أبو جهل منعهم ولكنه فشل وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الشعب وانتهى الحصار ولكن ما أن انفرجت هذه الشدة حتى حدث ابتلاء آخر ففي شهر رجب من السنة العاشرة للبعثة النبوية توفي أبو طالب الذي كان يحميه من كفار قريش وفي رمضان من العام نفسه توفيت السيدة خديجة رضي الله عنها وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتش عن جهات أخرى تناصره وتنتصر لدين الله وفي شوال من السنة العاشرة للبعثة النبوية خرج إلى الطائف ومعه غلامه زيد بن حارثة ومكث في الطائف عشرة أيام يدعو أشرافها للإسلام وكانوا متأثرين بداعية قريش فرفضوا دعوته وطلبوا منه الخروج من بلدهم وأغروا سفهاءهم به فاجتمعوا عليه يسبونه ويقذفونه بالحجارة وزيد يقيه بنفسه حتى أدموا قدميه الشريفتين ولجأ إلى جدار بستان وأخذ يدعو بأسا وحزن وكان مما قال اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي ولكن عافيتك أوسع لي ولما اقترب موسم الحج خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وفود القبائل فدعاهم واحدا واحدا واستجاب له أفراد قلائل من جهات شتى وفي موسم حج السنة الحادية عشر للبعثة ظهرت بوادر الفرج فقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في منا ستة من الخزرج وكانت حروبهم مع الأوس قد أنهتتهم كما كان اليهود يتوعدونهم بظهور نبي فلما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركوا أنه النبي الموعود فأسلموا وفي ذي القعدة من السنة الثانية عشر من البعثة عاد خمسة منهم ومعهم اثنان من الأوس فبايعوه عند العقبة بمنا فأرسل معهم مصعب بن عمير يعلمهم أمور الدين ويدعو أهل يثرب للإسلام ووفق الله مصعبا وأسلم على يديه كثيرون وفي موسم الحج للسنة الثالثة عشر من البعثة النبوية جاء بضع وسبعون مسلما والتقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند العقبة فبايعوه ودعوه والمسلمين للهجرة إليهم وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين بالهجرة فبدأوا يخرجون أفرادا وجماعات وبلغ الغيظ من كفار قريش مبلغة وتفننوا في الإساءة لمن قدروا عليهم من المهاجرين وصادروا أموالهم وأخذوا يتآمرون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار الندوة والرسول باق في مكة ينتظر توجيه السماء إليه لتنتهي مرحلة من المعاناة والصبر على الابتلاء ولتبدأ مرحلة أخرى من سيرة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مرحلة الهجرة ثم بناء المجتمع المسلم في المدينة دخل نبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا من مكة فسار حتى أتى دارا لبني مالك بن نجار وهو يومئذ مربد لغلامين من بني مالك بن نجار فبركت على بابه الناقة فبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهرها لم ينزل فقامت ومشت غير بعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثنيها ثم التفت خلفها فرجعت إلى مكانها الذي بركت فيه فبركت فيه مرة أخرى فاحتمل أبو أيوب رحلة فوضعه في بيته فدعته الأنصار إلى النزول عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع رحله وسأل عن الأرض فقيل هي لسهل وسهيل يتيمين من الأنصار فساوم رسول الله صلى الله عليه وسلم اليتيمين بالمرمد ليتخذه مسجدا فقال له بل نهبه لك يا رسول الله فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتعه منهما بعشرة دنانين وكان فيه شجرة ورقد وخرب ونخل وقبور للمشركين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبور فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع ثم بنوه باللبن وجعلت عضادتاه الحجارة وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبني معهم وينقل اللبن والحجارة بنفسه ويقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة وعمل المسلمون فيه حسبة لله تعالى وجعل قبلته إلى بيت المقدس شمالا وجعل له ثلاثة أبواب بابا في مؤخره وبابا يقال له باب الرحمة والباب الذي يدخل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتفعوا به إلى خمسة أبرع ولم يفتحوا بابا في الجهد الشمالية وما إن استكملت الجدران حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصحابة في المسجد فلما اشتد الحر صفوا جذوع النخل ووضعوا فوقها حصيرا من جريد النخل ثم غطوه بسعف النخيل وأقاموا عند الجدار الجنوبي داخل المسجد غلا يأوي إليها فقراء المهاجرين سميت الصفة وفي الجهة الشرقية بنيت حجرتان لزوجتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وسودة رضي الله عنهما من جريد مطين بالقيم وسقفهما جريد ولم يكن مرتفعا بل قريب ينال باليد وكان المسجد في قلب المدينة يقصده الصحابة ليصلوا خلف الرسول صلى الله عليه وسلم وليستمعوا للآيات التي تنزل عليه ولينهلوا من علمه وهديه وسمته وكان عليه الصلاة والسلام يخطب أمام الصف الأمامي فإذا تعب استهد على جذع ولم يكن في المسجد منبر ولا محراب وكان صلى الله عليه وسلم يجلس فيه في غير أوقات الصلوات ويتحلق الصحابة حوله فيحدثهم ويعلمهم وكان يجلس مع أهل الصفة ويؤنسهم وكان يقوم في بعض الليالي متهجدا وفي الوقت نفسه أصبح المسجد بوطنا لبناء مجتمع جديد يدير منه الرسول صلى الله عليه وسلم شؤون المسلمين وكان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء طالبا ربه أن تتحول قبلته إلى بيت الله الحرام فاستجاب الله دعاءه ففي منتصف شهر رجب من السنة الثانية للهجرة أذن الله جل ذكره بتغيير القبلة فقال سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شقر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شقرة وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون فرح رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون وسارعوا إلى تغيير الوضع في المسجد سدوا الباب الجنوبي وفتحوا بابا في الجدار الشمالي ونقلوا صفين من الأعبدة مع سقفهما إلى الجهة الجنوبية وتركوا البقية لأهل الصفة فانتقلوا إليها ومرت خمس سنوات والمسلمون يزيد عددهم حتى ضاق بهم المسجد فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قرب المسجد أرض فضاء فبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريها للمسجد بالجنة فسارع عثمان بن عفان واشتراها ونشط المسلمون بعد عودتهم من غزوة خيبر لتوسيع المسجد وفي السنة التاسعة للهجرة صنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم منبر وضع وسط الجهة الجنوبية وكان للمنبر ثلاث درجات وكان عليه الصلاة والسلام يقف على الثانية ويجلس على الثالثة بين الخطبتين وإلى جانب المنبر تمتد مساحة من المسجد النبوي وتصل إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها روضة من رياض الجنة غزوة بدر لما استقر المسلمون بعد الهجرة في المدينة وبدأوا يبنون مجتمعهم أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف طغيان قريش التي آذت المسلمين وأن يكسر هيبتها بين القبائل لتنفتح القلوب لدعوة الإسلام فأرسل بعض السرايا تعترض قوافلها وفي شهر رمضان من السنة الثانية للهجرة بلغه أن قافلة كبيرة لقريش بقيادة أبي سفيان عائدة من الشام فأمر من كانت ركائبه حاضرة أن يتجهز واتبعه وخرج من المدينة مع من حضر من الصحابة وكانوا ثلاثمائة وسبعة عشر رجلا وأرسل طلائعه لترصد القافلة وعلم أبو سفيان بترصد المسلمين للقافلة فأرسل ضمضم بن عمر إلى مكة يستغيث قريشا ويستنهضها لحماية القافلة واستشاطت قريش غضبا لهذا الخبر فتجهزت للحرب وخرجت بقيادة أبي جهل تصحبها القيان والدفوف ودنان الخمر بطرا ورئاء الناس وفي الشمال كان أبو سفيان يسير بالقافلة متوجسا ومبتعدا عن المدينة فلما اقترب من بدر ترك القافلة واتجه ببعض رجاله إلى ماء بدر مستكشفا ورأى أثر طلائع المسلمين فعاد إلى القافلة وتوجه بها إلى طريق الساحل حتى إذا قطع شوطا من الطريق أدرك أنه نجى من مواجهة المسلمين فأرسل قيس بن امرئ القيس إلى قريش يخبرهم بنجاة القافلة ويطلب منهم العودة إلى مكة والتقاهم قيس عند الجحفة ورفض أبو جهل العودة واصل المسلمون مسيرهم ولما بلغوا وادي ذفران علموا بمرور القافلة وتجاوزها لبدر وبخروج المشركين من مكة لحربهم توقف الرسول صلى الله عليه وسلم بالجيش واستشار الصحابة فيما يفعلون فأجمع الصحابة على مواجهة قريش وصل المسلمون إلى أول سهل بدر ونزلوا قرب كثيب الحنان في العدوة الدنيا وكانت أرضا واسعة محمية من جهاتها الثلاث ولكن ليس فيها ماء وأشار عليه الحباب بن منذر أن يتقدم بالجيش إلى منطقة الآبار ويسيطر عليها فأخذ بمشورته ونزل عند آخر بئر قرب المشركين وبنى المسلمون عليه حوضا وملؤوه بالماء وغوروا الآبار الأخرى ليحرموا المشركين منها وبنى المسلمون عريشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الليل يصلي ويتضرع إلى الله أن ينصر المؤمنين واضطرب بعض المسلمين ووسوس لهم الشيطان أنهم قليلون مغلوبون فأنزل الله سكينته عليهم وهطل مطر خفيف يثبت الأرض الرملية التي كانوا عليها ويطهر النفوس من الوساوس وبعد صلاة الفجر خطب فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثهم على الجهاد والصبر والاستبسال في مواجهة المشركين ثم صفهم في صفوف متراصة وبعث الله عليهم نعاسا خفيفا استراحت به نفوسهم وأصبحت بعده متيقظة نشطة وتوافدت جموع المشركين واصطفوا للقتال أمامهم وحاول الأسود بن عبد الأسد المخزومي أن يقتحم الحوض فقتله حمزة بن عبد المطلب وتقدم ثلاثة من صناديد المشركين عطبة بن الوليد وأخوه شيبة وابنه الوليد فخرج إليهم ثلاثة من الأنصار فرفضوا قتالهم وطلبوا أندادهم من المهاجرين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج لهم حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث فقتل حمزة شيبة وقتل علي الوليد واختلف عبيدة وعتبة في ضربتين وأصيب كل منهما بجراح بالغة فحمل حمزة وعلي على عتبة وقتله ونقل عبيدة إلى صفوف المسلمين وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن لا يتحركوا من مكانهم وأن يستعدوا بالنبال ولا يطلقوها حتى يصبح المشركون في مرماها وزحف المشركون على مراكبهم فلما اقتربوا منهم أمطروهم بالنبال وأوقعوا فيهم إصابات كثيرة وواصل المشركون تقدمهم حتى إذا أصبحوا على بعد خطوات سل المسلمون سيوفهم وهاجموهم بقوة ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وألح بالدعاء وأنزل الله سبحانه الملائكة يشدون أزر المسلمين ويضربون رؤوس المشركين وأيديهم وتجلت بطولات المجاهدين وبخاصة أبو بكر وعمر وحمزة وعلي والمقداد وأبو دجانة ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الميدان وأخذ حفنة من تراب ورماها في اتجاه المشركين وهو يتلو الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر فما بقي منهم أحد إلا أصابته وتضعضعت صفوف المشركين وبدأوا يتساقطون تحت سيوف المسلمين والملائكة وخاف أقارب أبي جهل عليه فأحاطوا به لحمايته وترصد معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمر بن الجموح يترصدانه واستطاع أن ينفذى إليه ويصيبانه إصابات بالغة وجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فأجهز عليه وحمل رأسه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وظهر بأس المسلمين بتأييد الله ونصره وامتلأت قلوب المشركين رعبا وبدأ بعضهم بالفرار ورأى بلال أمية بن خلف الذي كان يعذبه في مكة فاستصرخ المسلمين عليه ونفذ إليه وقتله وبدأت المعركة تتجلى عن نصر الله للمسلمين وفرار المشركين وقتل المسلمون سبعين مشركا وأثروا سبعين وغنموا غنائم كبيرة واستشهد منهم أربعة عشر مجاهدا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بجمع الشهداء ودفنهم في مكان مرتفع وألقيت جثث المشركين في بئر غائرة وعاد المسلمون إلى المدينة ظافرين وأصبحت معركة بدر على مدى التاريخ يوم الفرقان يوم نصر الله الفئة القليلة المستمسكة بالحق على الفئة الكثيرة المنتفخة بالباطل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم مشورته صلى الله عليه وسلم أصحابه في الخروج ولما قتل الله أشراف قريش ببدر وأصيبوا بمصيبة لم يصابوا بمثلها رأس فيهم أبو سفيان ابن حرب لذهاب أكابرهم أخذ يؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين ويجمع الجموع فجمع قريبا من ثلاثة ألاف من قريش والحلفاء والأحابيش وجاءوا بنسائهم لألا يفروا وليحاموا عنهن ثم أقبل بهم نحو المدينة فنزل قريبا من جبل أحد بمكان يقال له عينين واستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أيخرجوا إليهم أم يمكثوا في المدينة وكان رأيه أن لا يخرجوا من المدينة وأشار عليه بالخروج بعض الصحابة الذين لم يشهدوا بدرة وألحوا عليه في ذلك فنهض صلى الله عليه وسلم ودخل بيته ولبي سلامته وخرج عليهم وقد انثنى عزم أولئك وقالوا أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج فقالوا يا رسول الله إن أحببت أن تمكث في المدينة ففعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي لنبي إذا لبي سلامته أن يضاعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه فخرج يوم الجمعة فلما صار بالشوط بين المدينة وأحد انخزل عبد الله بن أبي بنحو ثلث العسكر حتى نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي وجعل ظهره إلى أحد ونهى الناس عن القتال حتى يأمرهم فلما أصبح يوم السبت تعبى للقتال وهو في سبعمائة فيهم خمسون فارسا واستعمل على الرما وكانوا خمسين عبدالله بن جبير وأمره وأصحابه أن يلزموا مركزهم وأن لا يفارقوه ولو رأوا الطير تتخطف العسكر وأمرهم أن ينضحوا المشركين بالنبل لأن لا يأتوا المسلمين من ورائهم فظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين درعين يومئذ وأعطى اللواء مصعب بن عمير وجعل على أحد المجنبتين الزبير بن العوام وعلى الأخرى المنذر بن عمر واستعرض الشباب يومئذ فرد من استصاره عن القتال وتعبت قريش للقتال وهم في ثلاثة ألاف كما سبق وفيهم مئة فارس فجعلوا على ميمنتهم خالد بن الوليد وعلى الميسرة أكرمة بن أبي جهل وكانت الدولة أول النهار للمسلمين على الكفار فانهزم أعداء الله وولوا مدبرين حتى انتهوا إلى نسائهم فلما رأى الرمات هزيمتهم تركوا مركزهم الذي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظه وقالوا يا قوم الغنيمة فذكرهم أميرهم عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يسمعوا وظنوا أن ليس للمشركين رجعه فذهبوا في طلب الغنيمة وأخلوا الثغر وكر فرسان المشركين فوجدوا الثغر خالية قد خلى من الرما فجاوزوا منه وتمكنوا حتى أقبل آخرهم فأحاطوا بالمسلمين فأكرم الله من أكرم منهم بالشهادة وهم سبعون وتولى بعض الصحابة وخلص المشركون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجرحوا وجهه وكسروا رباعيته اليمنى ورموه بالحجارة حتى وقع لشقه وسقط في حفرة من الحفر فأخذ علي بيده واحتضنه طلحة بن عبيد الله وكان الذي تولى أذاه صلى الله عليه وسلم عمر بن قمئة وعتبة بن أبي وقاص وقتل مصعب بن عمير بين يديه فدفع اللواء إلى علي بن أبي طالب ونشبت حلقتان من حلق المغفر في وجهه فانتزعهما أبو عبيدة ابن الجراح وعض عليهما حتى سقطت ثنيتاه وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري أدم من وجنته وادركه المشركون يريدون من الله حائل بينهم وبين فحالدونه نفر من المسلمين نحو عشرة حتى قتلوا ثم جلدهم طلحة حتى أجهضهم عنه وترس أبو دجانة عليه بظهره والنبل يقع فيه وهو لا يتحرك وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردها عليه بيده وكانت أصح عينيه وأحسنهما وصرخ الشيطان بأعلى صوته إن محمدا قد قتل ووقع ذلك في قلوب كثير من المسلمين وفر أكثرهم وكان أمر الله قدرا مقدورا وأقمل رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو المسلمين وكان أول من عرفه تحت المغفر كعب بن مالك فصاحب أعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه أن اسكت واجتمع إليه المسلمون ونهضوا معه إلى الشعب الذي نزل فيه وفيهم أبو بكر وعمر وعلي والحارث بن الصمة الأنصاري وغيرهم فلما استندوا إلى الجبل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف على جواد له يقال له العوذ زعم عدو الله أنه يقتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اقترب منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة فطعنه بها فجاءت في ترقوته فكر عدو الله منهزم فقال له المشركون والله ما بك من بأس فقال والله لو كان ما بي بأهل ذي المجاز لماتوا أجمعون وكان يعرف فرسه بمكة ويقول أقتل عليه محمدا فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل أنا أقتله إن شاء الله تعالى فلما طعنه تذكر عدو الله قوله أنا قاتله فأيقن بأنه مقتول من ذلك الجرح فمات منه في طريقه بسرف مرجعه إلى مكة فلما انقضت الحرب أشرف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد فلم يجيبوه فقال أفيكم ابن أبي قحافة فلم يجيبوه فقال أفيكم عمر بن الخطاب فلم يجيبوه ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قوام الإسلام بهم فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحيا وقد أبقى الله لك ما يسوءك فقال أبو سفيان عند ذلك قد كان في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني ثم قال أعلوه بل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه فقالوا ما نقول قال قولوا الله أعلى وأجل ثم قال لنا العزة ولا عزة لكم قال ألا تجيبونه قالوا ما نقول قال قولوا الله مولانا ولا مولا لكم فقد قتلوا وبكل حال فلا أحسن من ترك إجابته أولا ولا أحسن من إجابته ثانيا ثم قال أبو سفيان يوم بيوم بدر والحرب سجال فأجابه عمر فقال لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار من خلفهم نبه اقتحام خالد واندفاعه وراء المسلمين المشركين المنسحبين ورفعت عمرة الحارثية لواءهم فبدأوا بالعودة لمواجهة المسلمين وبدأ ميزان المعركة يتغير بسبب توزع المسلمين وكثرة عدد المشركين وقعت مواجهات متفرقة في المنطقة واستبسل بعض المسلمين واضطرب بعضهم الآخر وفر عدد قليل منهم واستشهد مصعب بن عمير حامل لواء المهاجرين وسقط اللواء كما استشهد عدد من المسلمين الآخرين تذكر الروايات ان موقع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في طرف الجيش وكان معه مجموعة صغيرة من الصحابة وعندما رأى ما حل بالمسلمين اثر هجوم فرسان المشركين اخذ يناديهم ليجتمعوا سمع بعض المشركين صوته فاتجهوا اليه لقتله ووصل بعضهم اليه واصابوه في وجهه ودافع عنه الصحابة من حوله ببسالة واستشهد احد عشر صحابيا منهم كما سمع عدد من المسلمين نداءه فاتجهوا اليه ودارت معركة بالسيوف والسهام فانكشف المشركون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتجهت المجموعة المحيطة برسول الله صلى الله عليه وسلم الى قلب الشعب وهاجمهم بعض المشركين في الطريق فردوا ووصلت المجموعة الى منطقة امنة في سفح الجبل وصعد بعض المشركين على الجبل فردهم بعض الصحابة وادرك المشركون انهم لن ينالوا من المسلمين اكثر مما نالوه ونادى قائدهم ابو سفيان ان هذه بغزوة بدر وانهم سيعدون لمعركة اخرى بعد عام في بدر نفسها وانسحبوا عائدين الى مكة ورجع المسلمون الى ارض المعركة فجمعوا شهداءهم وفي مقدمتهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب الذي مثلت بهم رأة ابي سفيان وصلى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه ودعا لهم وامر فدفنوا في موقع المعركة ونزلت الايات الكريمة تبين العبر والعظات في هذه الغزوة وتوجه المسلمين الى الامتثال الكامل لاوامر الله ورسوله وتعلمهم انهم اذا اصيبوا بمصيبة فليذكروا انهم اصابوا وسيصيبون عدوهم مقابلها وان عليهم الصبر والتوكل على الله ومواصلة الجهاد والطاعة فكان في احد دروس ومواعظ باقية الى ابد الدهر وصلى الله على رسوله وعلى اله وصحبه وسلم غزوة الاحزاب في مطلع شوال من السنة الخامسة للهجرة زحفت قريش وغطفان الى المدينة في عشرة الاف مقاتل فبلغ خبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستشار المسلمين ورجح الرأي بالتحصن بالمدينة واشار سلمان الفارسي بحفر الخندق لتحصينها وكانت المدينة محاطة بالحرار من ثلاث جهات فقط فخط رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفر الخندق في الجهة المفتوحة شمالية المدينة وعسكر بالمسلمين عند سفح جبل سلع وقسم مسافة الخندق بينهم فجعل لكل عشرة اربعين ذراعا وبدأ المسلمون بحفر الخندق في ظروف صعبة فقد كانت السنة جدباء والمؤن شحيحة والوقت شتاء قارس البرد وشاركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في العمل فكان ينقل التراب ويرتجز معهم بشعر عبد الله بن رواحة وكانوا يلوذون به في الشدائد فتظهر معجزاته روى البخاري عن جابر قال كنا يوم الخندق نحفر فعرضت كدية شديدة فجاءوا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هذه كدية عرضت في الخندق فقال انا نازل ثم قام وبطنه معصوب بحجر فاخذ المعول فضرب فعاد كثيبا اهيل انجز المسلمون حفر الخندق في ستة ايام وكان طوله خمسة الاف ذراع وعرضه تسعة اذرع وعمقه من سبعة الى عشرة اذرع وصلت جموع المشركين اطراف المدينة فنزلت قريش ومن معها عند مجمع الاسيال وكان قائدهم ابو سفيان بن حرب ونزلت غطفان ومن معها قرب جبل احد وكان قائدهم عيينة بن حصن امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقل النساء والاطفال والشيوخ الى الاطام وتوزع المسلمون في مجموعات خلف الخندق وكان عددهم ثلاثة الاف رجل وكان مقرهم الرئيسي عند جبل سلع وتسلل حيي بن اخطب الى بني قريضة يستنهضهم لحرب المسلمين فرفضوا اول الامر ثم قبلوا بعد الحاح حيي ونقضوا العهد مع المسلمين وزحف المشركون الى المدينة ففوجئوا بالخندق وساروا على امتداده يبحثون عن ثغرة فيه وتابع المسلمون تحركاتهم من الطرف الاخر وحاول بعض فرسان المشركين اجتياز الخندق فردهم المسلمون وتراشق الطرفان بالسهام واستمرت المواجهات عبر الخندق طيلة النهار فلما غربت الشمس عادوا الى معسكراتهم ونظم رسول الله صلى الله عليه وسلم دوريات للحراسة طوال الليل وفي اليوم التالي بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاء انحيي بن اخطب بزعماء بني قريضة فارسل الزبير بن العوام يستطلع الامر فرآهم يصلحون حصونهم ويمهدون طرقاتهم ويجمعون ماشيتهم وعاد بالخبر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فارسل اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحم بعض الصحابة ليذكروهم بالعهد فاساءوا لقاءهم وجهروا بنقض العهد فلما تأكد رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيانتهم كبر وقال ابشروا يا معشر المسلمين بنصر الله وعونه وظهرت بوادر غدر اليهود واخذ بعضهم يطوف بالحصون التي وضع فيها المسلمون النساء والاطفال والشيوخ وارجف المرجفون بان بني قريضة سيغيرون على المسلمين من خلفهم وان بعض الاحزاب سيقتحمون الخندق واشتد البلاء على المسلمين وبلغ الخوف ذروته قال تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ونجم النفاق وجهر به بعضهم وأخذوا يشككون بوعد الله ورسوله بالنصر وتداعى بعضهم للانسحاب قال تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وكلف رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموعات من الصحابة بالطواف ليلا ونهارا في أحياء المدينة والتكبير بصوت عال وكلف النساء إذا شعرن بالخطر أن يرفعن السيوف من فوق الحصون ليراها المسلمون ويحضروا لنجدتهم وشدد المشركون هجومهم على المسلمين واجتاز بعض فرسانهم الخندق وكان فيهم عمر بن ود وعكرمة بن أبي جهل وضرار بن الخطاب ونوفل بن عبد الله فتصدى لهم علي بن أبي طالب في نفر من الصحابة وقتل علي عمر بن ود وقتل الزبير بن العوام نوفل بن عبد الله وفر الباقون وتحرش بعض اليهود بحصون المسلمين فأسرع إليهم بعض الصحابة وقتلوهم واتجهت مجموعة من اليهود إلى حصن فارع وكان فيه بعض زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وعمته صفية وحاول أحدهم تسلقه فنزلت إليه صفية بعمود فقتلته فذعر أصحابه وانسحبوا وأشفق رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين لما أصابهم من شدة وابتلاء وأراد أن يخفف عنهم وطأة أعدائهم ويفرق بين الأحزاب فاستشار زعيمي الأوس والخزرج في مفاوضة غطفان بالانسحاب فقالوا والله لا نعطيهم إلا السيف فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم المفاوضة وأبدى المسلمون صبرا وجلدا كبيرين وتواصلت المناوشات عبر الخندق وأصيب سعد بن معاذ إصابة بالغة بسهم في أكحله وتواصلت دوريات المسلمين تراقب الخندق وتتابع تحركات المشركين وتفشل هجماتهم كما تراقب الحصون وتحركات بني قريضة وتجهر بالتكبير لتخيفهم وتحول دون مفاجأتهم المسلمين من خلفهم وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المراقبة والحراسة الليلية واختص بموقع قريب من قبته يراقب فيه رغم البرد القارس وطال الحصار واستمرت المناوشات واستبسل المسلمون واستشهد خمسة من الأنصار وأصيب اثنان من المشركين مات أحدهم لفوره والآخر أثناء عودته إلى مكة وواصل المسلمون الجهاد والدعاء واستبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفرج وفي اليوم السابع والعشرين للحصار استجاب الله لدعاء رسوله والمسلمين فأرسل ريحا شديدة اقتلعت خيام المشركين وكفأت قدورهم وملأت نفوسهم يأسا وقنوطا فجمع القرشيون ومن معهم متاعهم وارتحلوا عائدين إلى ديارهم خائبين خاسرين وتبعتهم غطفان ومن معها يجرون أذيال الفشل والخيبة قال تعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينانوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وطلع نهار مشرق على المدينة وقد تخلصت من أعدائها خارج الخندق بالصبر والجهاد والدعاء وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يعودوا إلى بيوتهم مسرورين بنصر الله وحفظه رضي الله عن الصحابة وأثابهم على ما قدموه لهذا الدين وصلى الله على رسول البشرية وقائد الأمة محمد وسلم تسليما اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى النبي صلى الله عليه وسلم بناء مسجده شرع في بناء حجرتي أم المؤمنين عائشة وسودة رضي الله عنهما وكانت مساحة الحجرة من باب المسجد إلى باب الحجرة ثلاثة أمتار ومن باب الحجرة إلى نهاية الجدار خمسة أمتار ومن جهة القبلة إلى جهة الشمال أربعة أمتار أي أن إجمالية مساحة منزل سيد البشر صلى الله عليه وسلم اثنين وثلاثين مترا مربعة وكانت الحجرة مكونة من فناء وغرفة وعاش صلى الله عليه وسلم في هذه الحجرة المتواضعة بقية عمره عشرة أعوام ولو شاء الله تعالى لجعل له من زهرة الدنيا ما يبهر العقل قال تعالى تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا قال مجاهد أي الدنيا ولما حان أجله صلى الله عليه وسلم ومرض واشتد عليه المرض استأذن أزواجه أن يمرض في هذه الحجرة فكان آخر ما كان عند ميمونة رضي الله عنها وأرضاها فأذن له فانتقل إلى بيت عائشة فلما اشتد به المرض اجتمع أزواجه عنده يمرضنه فطلب منهن أن يهرقن عليه الماء من سبع قرب لم تحل أوكيتهن فطفقن يصببن عليه حتى قال قد فعلتن فقام فخطب الناس آخر خطبة له تضمنت أن من كان له حق من رسول الله فليأخذه اليوم وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ عليه بالمعوذات وتمسح جسده بيديه الشريفتين وكان آخر صلاة صلى بالناس صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب وقرأ فيها بالمرسلات ثم دخل الحجرة ومكث أبو بكر يصلي بالناس ثلاثة أيام وفي فجر اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستار من هذه الحجرة على الصحابة فرآهم وهم يصلون فكاد الصحابة أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت هذه آخر نظرة رآها فيهم ورأوه فيها وكان مما قاله في آخر حياته في هذه الحجرة أنه نهى أن يتخذ قبره مسجدا أو عيدا أو وثنا يعبد وأوصى بالصلاة والإحسان إلى ملك اليمين فقال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم يلجلج بها وكان آخر ما قاله من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق وفي يوم الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول فاضت روحه الطاهرة وصعدت للرفيق الأعلى وهو مستند على صدر عائشة رضي الله عنها وكانت تقول إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته واشتغل بتغسيله وتكفينه كل من علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وكفن صلى الله عليه وسلم في ثلاثة ثياب بيض يمانية وبقي على سريره في نهار يوم الاثنين إلى نهاية يوم الثلاثاء والناس يصلون عليه أرسالا حيث دخل الصحابة أفرادا فصلوا عليه ثم صلت عليه النساء ثم صلى عليه الصبيان وحفر الصحابي خولي بن أوس الأنصاري القبر في نفس الموضع الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم ووري فيه جسده الطاهر ولم يدفن في المسجد وكان القبر لحدا أي في آخره تجويف داخلي حظي باحتضان جسده الشريف وكان الظاهر منه ردما خفيفا من تراب وليس عليه أي بناء ولما فرغ الصحابة من دفنه قالت لهم فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب وفي السنة الثالثة عشر من الهجرة توفي والدها الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه وطلب وهو في النزع أن يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فحفر له قبر خلف قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل رأسه إزاء منكبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت عائشة في الحجرة نفسها ولم تخرج منها وفي أواخر السنة الثالثة والعشرين من الهجرة طعن أبو لؤلؤات المجوسي عمر بن الخطاب وهو يصلي الفجر بالمسلمين فلما أحس عمر بالموت أرسل إلى عائشة يستأذن أن يدفن إلى جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموقع الباقي من الحجرة فقالت رضي الله عنها كنت أريده لنفسي ولأوثرنه ليوم على نفسي فحفر له قبر خلف قبر أبي بكر إلى الشرق قليلا موازيا لقدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظفر عمر بما تمناه وأقامت عائشة بينها وبين القبور ساترة وعاشت بقية عمرها مع ذكريات النبوة حتى توفيت في السنة السابعة والخمسين من الهجرة ودفنت في البقيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر تقريبي لمكة المكرمة قبيل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مستمد من عدد من المصادر التاريخية ومقرون بصور الأقمار الصناعية مكة المكرمة أقدس بقاع الدنيا ومحضن أول بيت وضع للناس تعاقبت عليها القرون بأحداث كثيرة وطلع عليها القرن السابع الميلادي وقد تفشت الوثنية في أهلها وتزاحمت الأصنام عند كعبتها وصارت عاصمة للشرك بعد أن كانت عاصمة التوحيد وكانت تسكنها قبيلة قريش بفروعها المتعددة وتتولى سدانة البيت وحفظ أصنامه وخدمة الحجيج وتحظى باحترام القبائل القريبة والبعيدة وقد كانت مكة على موعد مقدر لها لحدث يبدأ فيها وتمتد آثاره إلى أنحاء الدنيا على امتداد العصور التالية حدث ظهور نبي يحمل رسالة الإسلام للعالمين ففي حي قريب من بيت الله الحرام يسمى شعب بن هاشم وفي بيت هاشبي عريق في الفضل والشرف بيت عبد المطالب بن هاشم كانت ولادة النبي صلى الله عليه وسلم توفي أبوه عبد الله بن عبد المطالب آهة وحسن خلق فكان كما وصفته خديجة رضي الله عنها يصل أرحامه ويحمل الكل ويكسب المعدوم ويعين على نوائب الحق ولما أخذت قريش في إعادة بناء الكعبة بعد أن آذتها السيول تنافس زعماؤها في من يحمل الحجر الأسود ويضعه مكانه وكادوا يقتتلون عليه ثم اتفقوا على أن يحكموا أول من يطلع عليهم وشاء الله أن يكون محمد بن عبد الله هو القادم الأول فحكموه فبسط رداء ووضع الحجر الأسود عليه وطلب من جميع المتنافسين رفع الرداء إلى موضع الحجر في الكعبة ثم تناوله بيديه الشريفتين وثبته مكانه ففاز كل بمبتغاه وانطفأت الفتنة ولما قارب الأربعين من عمره وأخذ ينفرد عن قومه ويخلو في غار حراء الليالي ذوات عدد يتأمل في الكون وفي أحوال قومه وفي ليلة من ليالي شهر رمضان وبينما هو في الغار نزل عليه جبريل بالوحي فقال له اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم قال اقرأ فقال ما أنا بقارئ فأخذه فغطه ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة فزعا يرجف فؤاده فهدأت روعه واصطحبته إلى قريبها ورقة ابن نوفل وكان موحدا فأخبره أنه الوحي الذي نزل على موسى وغاب الوحي بعد ذلك مدة قلق منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد الوحي ليثبت النبوة في نفسه وليبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوته إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سوأه وكانت دعوته هذه محدودة وسرية للمقربين إليه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر فكان من السابقين للإسلام خديجة زوجته وأبو بكر وعلي بن أبي طالب وزيد بن حارثة وقد انشغل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعوة سرا ثلاث سنوات فأسلم عدد قليل من جميع فروع قريش وبلغ الخبر زعماء قريش فلم يهتم قبل أشهر قليلة من ميلاده ففرح عبد المطلب بحفيده الجديد وحمله إلى جوف الكعبة تيمنا وسماه محمدا وما لبث أن أرسله على عادة وجهاء أهل مكة إلى البادية ليسترضع في بني سعد وليحمل من نقاء الصحراء سلامة اللغة وأصالة النشأة وقوة البدن وفصاحة اللسان وبعد ثلاث سنوات تقريبا عاد إلى مكة ليحظى بحنان أمه التي لم يكن لها في الدنيا سواه ولحكمة أرادها الله توفيت أمه وهي قادمة من المدينة بمنطقة تسمى الأبواء وهو في السادسة من عمره فانتقلت رعايته إلى جده العطوف عبد المطلب الذي كان يجلسه دون أبنائه على بساطه في ساحة الحرم ولكن هذه الرعاية لم تدم سوى سنتين حيث توفي الجد فانتقلت رعايته وهو ابن ثمان سنين إلى عمه الشفيق أبي طالب وعاش مع أولاده الستة واحدا منهم ولما بلغ الثانية عشر من عمره استحبه عمه أبو طالب في رحلته التجارية إلى الشام وعند بصر الشام لقيه بحير الراهب وعرف فيه علامات النبوة وأخبر عمه وحذره من خطر اليهود عليه فأعاده عمه إلى مكة لينشأ مع فتيانها متميزا عنهم بخلقه الرفيع ونفوره من عبادة الأصنام ولما بلغ الخامسة عشر من عمره شارك أعمامه في حرب الفجار فكان يعد لهم النبل وشهد معهم في بيت عبد الله بن جدعان حلف الفضول الذي كان ينتصر لحقوق الغرباء والضعفاء والمظلومين وحفظه الله في أن يقع فيما وقع فيه شباب الجاهلية من مراتع اللهو والفواحش وظهرت استقامته وشاعت صفاته الكريمة حتى لقب بالأمين وفي الخامسة والعشرين من عمره اختارته السيدة خديجة بنت خويلد القرشية الأسدية ليذهب مع غلامها ميسرة لتجارتها إلى الشام فقام بالمهمة على أحسن وجه وعاد ميسرة إلى خديجة بأخبار حصافته وأمانته وخلقه الرفيع فتوسمت خديجة فيه صفات الزوج الذي تتمنى أي مرأة أن تعيش في كنفه وشجعته بواسطة إحدى المقربات منها على أن يخطبها فخطبها وتزوجها وكان نعم الزوج لها كما كانت نعم الزوجة ومرت سنوات ومحمد بن عبد الله يزداد صفاء وبعدا عن الجاهلية في وثنيتها وانحرافاتها ويزداد حصافة ونباتها